موسيقى مساء الخير اعتلت صواريخ دونالد ترامب منصة تويتر واستعدت للانطلاق الى سوريا في اجواء مفتوحة وبتحكم مروري جوي سهل عليها دخول المجال والتغريدة الحاملة للطائرات عبرت اولا الاجواء الاقليمية الروسية وتوجهت اليها بالقول استعد يا روسيا لان الصواريخ قادمة وستكون جميلة وجديدة وذكية لكن موسكو ردت بان الصواريخ الذكية يجب ان توجه الى الارهابيين لا الى الحكومات الشرعية على ان هدير الطائرات الحربية فوق سوريا لا يزال يخضع للعناية المركزة داخل البنتاجون ولفتت في هذا الاطار اشارة وزير الدفاع الامريكي جيم ماتس الى ان الجيش مستعد لتقديم خيارات بشأن ضربات جوية على السوريا اذا كان ذلك مناسبا ووفق ما يقرره الرئيس والاشارة الابعد تشكيكا كانت عبر اعلان ماتس ان امريكا ما زالت تقيم المعلومات بخصوص الهجوم الكيميائي في دوما وفي سياق عرضها للخبر استخدمت وكالة رويترز عبارة الهجوم الكيميائي المزعوم ولحظت ان ماتس ابدى نهجا حذرا بعد ساعات من تهديد ترامب بشن ضربات صاروخية وتكررت عبارة الكيميائي المزعوم في بيان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تعقد اجتماعا طارئا اليوم ما يعني ان ايا من الاطراف المعنية لم يجزم لتاريخه بمسئولية النظام عن ارتكاب هذه الجريمة لكن الولايات المتحدة غالبا ما تتخطى الاحكام لا بل تصدرها وتبني خياراتها على اساسها وعبر التاريخ هذا ما فعلته في العراق وافغانستان ولبنان الزمن تغير والعادات الامريكية الاسرائيلية لم تتغير اليوم روجت كذبة دومة وصدقتها وبنت الحرب على فرضيتها وهي انتهجت الطريقة عينها عندما غزت العراق ودمرته عام 2003 بذريعة ان بغداد تهدد العالم باسلحة دمار شامل ثبت انها لا تملك منها شيئا وان صدام حسين متواطئ مع اسامة بن لادن وقاعدته علما ان لا شيء كان يجمع بين الرجلين وبذرائع من هذا النوع بررت غزوها لافغانستان عام 2001 لتدمير القاعدة وبن لادن الذي لم يتمكن منه الامريكيون سوى بعد عشر سنين في باكستان وهكذا فعلت اسرائيل عام 82 عندما بررت اجتياحها لبنان باطلاق النار على سفيرها في لندن شلومو ارغوف في عملية ملتبسة اما الحادث الاقرب زمنا فقد تولته بريطانيا الدولة المسيرة سياسيا على هوى امريكا حيث قلدتها في ملف تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبل وابنته في مدينة سالسبر البريطانية وسارعت قبل انتهاء التحقيق الى اتهام روسيا من دون تقديم الدليل غير ان في بريطانيا حزبا معارضا يقف للحكومة بالمرصاد اذ طالب جاريمي كوربن زعيم حزب العمال بان تكون للبرلمان كلمة بشأن اي عمل عسكري ترغب رئيسة مجلس الوزراء تيريزا ماي في اتخاذه ردا على ما يعتقد انه هجوم كيميائي في سوريا ورأى انه لا يمكن ان تجازف بريطانيا بتصعيد الوضع اكثر مما وصل اليه امام هذه الصورة لا يمكن توقع ما سيقدم عليه دونالد ترامب الذي سبق انهدد كوريا الشمالية ثم غازلها فاضطرابه من الرأس الى الرئاسة قد يدميه بقرار عسكري متهور هو يمتلك القنابل الذكية لكن حاملها غبي اذ ان ضرباته المتوقعة في سوريا لن تغير في المعادلة على الارض فسوريا النظام اصبحت اكثر نظاما وسيطرتها العسكرية باتت اكثر قبضة واشنطن اليوم لم تعد وحيدة في صنع القرار الدولي ولروسيا التي تنافس لاستعادة دورها العالمي وجود عسكري قوي في سوريا ولديها حلفاء اقوياء وتاليا الساحة السورية ليست خالية مثل ما كان العراق او افغانستان وفي حال حصولها فالمرجح ان تكون الضربات الامريكية محدودة لبنان بدوره اخلى الساحة الجوية للعبور واعلن وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس الخطوط الجوية الوقائية وهذا البلد الذي حكمته معادلة المصير والمسار غير مساره الجوي وذلك بعدما ارسلت الوكالة الاوروبية للسلامة الجوية تحذيرا دعت فيه شركات الطيران الى توخي الحذر من سلوك مسار الخطوط الجوية السورية والمسار القبرصي القريب من تركيا خوفا من صواريخ قد تنطلق من قواعد بحرية او صواريخ جوية بعيدة المدى وحدها بواخر الكهرباء ظلت في مأمن من هذا الخطر ورست من جديد على ميناء مجلس الوزراء غدا مع تحذير مغلف بتهويل على جدول اعمال مجلس الوزراء اذ اعلنت الحكومة في هذا الجدول النفير العام من خلال القول انها ستبحث الاجراءات الواجب اتخاذها لانقاذ الكهرباء هذا عنوان ليس الا لانقاذ المتأزمين انتخابيا لان الاجراءات السريعة الواجب اتخاذها سوف تصطدم بخطوط التوتر العالي ومد خيوط التوزيع الذي يستلزم سنة ونصف السنة لانجازها وهذا الاستعجال سوف يكلف الدولة والناس 800 مليون دولار ومن شأنه ان يطيح ال 11 مليار دولار المحصلة من سادر واحد لكون احد شروط المؤتمر الدولي كان الشفافية عبر اعتماد آلية المناقصات فهل يقف الوزراء المعترضون موقف المتفرج؟ كيف سيتصرف وزراء القوات؟ وهل بدأ ضرب اليد على الطاولة؟ واين سيذهب وزراء حزب الله بالوعد الصادق للامين العام السيد حسن نصر الله في مكافحة الفساد؟ غدا اول الاختبارات فمن سيجرؤ؟